السلام عليكم حصة اللغة العربية للصف الرابع درسنا اليوم عن أسماء الاستفهم أولا الاستفهم هو السؤال عن شيء مجهول لدى السائل الاستفهم هو السؤال عن شيء مجهول لدى السائل السائل هو أنا الذي استخدم أسلوب الاستفهم أريد أن أستفهم عن شيء أي أن أسأل عن شيء مجهول بالنسبة لي قلنا سابقا أدوات الاستفهام تنقذم إلى أسماء وإلى حروف الحروف عنا الهمزة وهل الهمزة وهل هما حرفا الاستفهام أما أسماء الاستفهام وهي من تستخدم للسؤال عن العاقل متى تستخدم للسؤال عن الزمان إذن متى تستخدم للسؤال عن الزمان؟ أين؟ ونسأل به عن المكان أين؟ نسأل به عن المكان كم؟ ونسأل به عن العدد كم؟ للسؤال عن العدد كيف؟ ونسأل به عن الحال أو عن الطريقة طريقة عمل شيء معين أو طريقة حدوث شيء معين ماذا نستخدم؟ كيف؟ ما ونسأل به عن غير العاقل إذن من للسؤال عن العاقل؟ متى؟ للسؤال عن الزمان؟ أين للسؤال عن المكان؟ كم للسؤال عن العدد؟ كيف للسؤال عن الحال أو عن الطريقة؟ ما للسؤال عن غير العاقل؟ وقلنا حرفا الاستفهام هما هل والهمزة علامة الطرق المناسبة بعد أسماء الاستفهام وحرفا الاستفهام هي هذه هذه هي علامة الاستفهام المناسبة بعد حرفي الاستفهام أو بعد أسماء الاستفهام نأتي إلى التدريب الأول أو شي نركز؟ إنه هاي هي اسمها علامة استفهام والأسماء الاستفهام هم من وما ومتى وأين وكيف وكم نأتي إلى التدريب الأول التدريب الأول يقول اكتب الأسئلة للإجابات الآتية مستخدماً اسم الاستفهام المناسب هلأ إحنا عنا الإجابة وبدنا نسأل عن هذه الإجابة هلأ أولاً ذهبت ليلة إلى الحديقة شو ممكن أسأل عن هاي الجملة ذهبت ليلة إلى الحديقة ممكن أسأل عن المكان طب سؤال هلأ أنا بس أسأل هلأكون على دراية بالإجابة هلأ بكون عارف شو الإجابة لا أنا بسأل لأنني أنا حكيت مجهولة عندي الإجابة فإذن كلمة إلى الحديقة لازم ما أحطها في السؤال ليش لازم ما أحطها في السؤال لأنه هي الإجابة إذن عند صياغة السؤال نحدث الإجابة من السؤال إذا كانت موجودة أمامنا مثال تعنحل ذهبت ليلة إلى الحديقة بدنا نسأل عن المكان ماذا نستخدم لسؤال المكان نستخدم أين إذن تصبح الإجابة أين ذهبت ليلة فقط هذا هو السؤال أين ذهبت ليلة ونضع في النهاية علامة الاستفهام هنا موضوع عندي فخلص بكتفي فيها بس لونها مش موجودة بدني أكتبها علامة الاستفهام إذن ذهبت ليلة إلى الحديقة أردت في هذه الجملة السؤال عن المكان ماذا أستخدم؟ أستخدم أين؟ تصبح الجملة أين ذهبت ليلة؟ الإجابة ستكون ذهبت ليلة إلى الحديقة إذن نكتب السؤال أين ذهبت ليلة؟ ونضع علامة الاستفهام ستكون الإجابة ذهبت ليلة إلى الحديقة ننتبه كتير من نحية رابع إنه ما نكتب الإجابة في السؤال يعني خطأ حط إلى أين ذهبت ليلة إلى الحديقة هيك بكون سألت وجوابت بنفس الوقت وهذا خطأ إذن ذهبت ليلة إلى الحديقة أردت في هذه الجملة أن أسأل عن المكان فاستخدمت أين؟ فأصبحت الجملة أين ذهبت ليلة؟ الإجابة ستكون يعبيش شخص تاني بيجاوبني ذهبت ليلة إلى الحديقة نأتي إلى الجملة الثانية عدت من المدرسة ماشيا شو ممكن نسأل عن هذه الجملة؟ ممكن نسأل عن الطريقة التي عدت فيها من المدرسة ممكن أسأل في هذه الجملة عن الطريقة أو عن حال مجيئي من المدرسة صح؟ طب أنا شو الأداء المناسبة لحتى أستخدمها للسؤال عن الطريقة أو عن الحال؟ كيف؟ إذن كيف تستخدم للسؤال عن الطريقة أو عن الحال؟ شو الطريقة أو شو الحال عندي؟ لهي ماشيا كيف عدت من المدرسة؟ عدت من المدرسة ماشيا إذن عند كتابة السؤال وهو كيف عدت من المدرسة؟ نضع علامة الاستفهام ستكون الإجابة عدت من المدرسة ماشيا خطأ أكتب كيف عدت من المدرسة ماشيا لأنه هيك بكون سألت وجوابت بنفس اللحظة بنفس الوقت فهذا خطأ يجب عند السؤال أن نهذف الإجابة الجملة الثالثة ذهب الرجل إلى المؤتمر الساعة السادسة مساء ماذا؟ يمكننا سؤال هنا عن ماذا؟ عن الوقت ممكن نسأل عن الوقت أو ممكن نسأل عن المكان عادي ممكن نسأل عن المؤتمر أو نسأل عن الساعة السادسة مساء خليها نسأل عن الوقت طالما سألنا في المرة الأولى عن المكان طب ما اسم الاستفهام المناسب للسؤال عن الساعة أو عن الوقت؟ متى؟ إذن تصبح صياغة السؤال هكذا متى ذهب الرجل إلى المؤتمر؟ متى ذهب الرجل إلى المؤتمر؟ ونضع علامة الاستفهام يجب وضع علامة الاستفهام حتى نميز أن هذا الأسلوب اسلوب استفهام إذن متى ذهب الرجل إلى المؤتمر؟ ستكون الإجابة ذهب الرجل إلى المؤتمر الساعة السادسة مساء قلنا أنا أيضا بإمكاني أن نسأل عن المكان فمثلا نقول أين ذهب الرجل الساعة السادسة مساء إلى المؤتمر؟ إذن في هذه الجملة يصح أن نسأل عن المكان وعن الوقت الجملة الرابعة الرياضة المفضلة لدى فارس كرة القدم الرياضة المفضلة لدى فارس كرة القدم بإمكاننا نسأل في هذه الجملة عن الشيء المفضل أو الرياضة المفضلة لدى فارس طيب الرياضة المفضلة ما أداة المناسبة للسؤال عنها؟ الآن الرياضة المفضلة شيء غير عاقل طيب شو نسأل عن شيء غير عاقل؟ باستخدام ما؟ باستخدام ما؟ أو ماذا؟ باستخدام ما؟ أو بإمكاننا نستخدم أيضاً أداة الاستفهام أو اسم الاستفهام ماذا؟ دعونا نستخدم هنا ما ما الرياضة المفضلة لدى فارس ما الرياضة المفضلة لدى فارس نضع علامة الاستفهام ماذا ستكون الإجابة؟ كرة القدم إذن الرياضة المفضلة لدى فارس هي كرة القدم هل كرة القدم عاقل أم غير عاقل؟ غير عاقل لذلك استخدمت لها ما وهي أداة الاستفهام المناسبة للسؤال عن غير العاقل إذن كرة القدم غير عاقل ما الأداء المناسبة للسؤال عن غير العاقل؟ وهي ما إذن ما الرياضة المفضلة لدى فارس هي كرة القدم نأتي إلى التدريب الثاني والتدريب الثاني يقول املأ الفراغة باسم الاستفهام المناسب للجواب فيما يأتي إحنا عنا صيغة السؤال وعنا الإجابة بس بدنا نحط اسم الاستفهام المناسب طبعا مناسب لشو؟ للجواب اللي عندي مثلا الأولى عنا فراغ الذي ينظم السيرة في الشارع الإجابة هي ينظم السيرة في الشارع سرطي المرور طب سرطي المرور هنا الإجابة سرطي المرور سرطي المرور هل هو عاقل أم غير عاقل؟ عاقل إنسان عاقل طب ماذا نسأل عن العاقل؟ باستخدام من؟ إذن من الذي ينظم السيرة في الشارع ستكون الإجابة ينظم السيرة في الشارع سرطي المرور إذن أداة الاستفهام المناسبة هنا هي من؟ نكتب من الذي ينظم السيرة في الشارع نظم السيرة في الشارع سرطي المروري تخدمنا كلمة من؟ أو اسم الاستفهام من؟ للسؤال عن العاقل وهو سرطي المرور الجملة الثانية فراغ ذهب أحمد إلى المدرسة الإجابة لدينا ذهب أحمد إلى المدرسة صباحا شو الكلمة مفقودة لدينا في السؤال؟ كلمة صباحا إذن صباحا هي الإجابة طيب صباحا هي وقت ماذا نستخدم للوقت؟ نستخدم متى؟ إذن نكون السؤال متى؟ 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 ذهب أحمد إلى المدرسة؟ استخدمنا متى؟ للسؤال عن الوقت وهو صباحا ذهب أحمد إلى المدرسة صباحا الجملة الثالثة فراغ يعيش البطريق الجواب يعيش البطريق في النصف الجنوبي مية الكرة الأرضية في النصف الجنوبي مية الكرة الأرضية هذا أو هذه الإجابة هي مكان إذن نريد أن نسأل عن مكان ماذا نستخدم للسؤال عن المكان؟ نستخدم اسم الاستفهام أين؟ إذن أين يعيش البطريق؟ هكذا ستكون سياغة السؤال أين يعيش البطريق؟ الإجابة في النصف الجنوبي مية الكرة الأرضية الجملة الرابعة فراغ ثمن الكعكة الإجابة ثمن الكعكة نصف دينار أو نصف دينار ثمن الكعكة نصف دينار نصف دينار وهو ثمن الكعكة عدد ماذا؟ نستخدم للسؤال على عدد ثمن الكعكة نصف دينار الإجابة عدد ماذا نستخدم للاستفهام عن عدد؟ نستخدم كم إذن كم ثمان الكعكة؟ نصف دينار نكتب كم كم تستخدم للسؤال عن العدد؟ إذن درسنا اليوم كان عن أدوات الاستفهام نكمل جملة الخامسة فراغ لون كتاب اللغة العربية الإجابة لون كتاب اللغة العربية الزرق الزرق لون هل اللون عاقل أم غير عاقل؟ غير عاقل إذن ماذا نستخدم للسؤال عن غير العاقل؟ نستخدم ما ما تستخدم للسؤال عن غير العاقل؟ ما لون كتاب اللغة العربية؟ لون كتاب اللغة العربية أزرق الجملة السادسة فراغ دخل المعلم الصفة الإجابة دخل المعلم الصفة مبتسما كلمة مبتسما هي حالة المعلم عند دخوله للصف إذن الإجابة مبتسم مبتسم وهي حالة المعلم عند دخوله للصفة ماذا نستخدم للسؤال أو للإجابة؟ آه للسؤال للسؤال عن الإجابة مبتسما وهي الحال نستخدم كيف إذن كيف دخل المعلم الصفة مبتسما نستخدم كيف إذن كيف تستخدم للسؤال عن الحال التدريب الثالث صوب الخطأ في الجملة الآتية مع التعليل عند مجموعة أخطاء بدنا نصوبها في الجملة الأولى كم عدد الطلاب في المدرسة؟ نقطة كم عدد الطلاب في المدرسة؟ نقطة هل النقطة هنا صحيحة؟ طب ما إحنا بدأناها بكم؟ وكم هي اسم استفهام؟ ما لازم يكون عندي في النهاية علامة استفهام وليست نقطة إذن الخطأ هنا نقطة فنكتب نعيد أولاً صياغة الجملة ونصوب الخطأ كم عدد الطلاب في الصف أو في المدرسة؟ ونضع علامة استفهام لماذا علامة الاستفهام؟ لأننا سألنا بكم وكم هي أداة استفهام؟ تحتاج إلى علامة استفهام جملة الثانية ما القائد الذي حرر المسجد الأقصى؟ القائد الذي حرر المسجد الأقصى هو عاقل والعاقل نسأل عنه باستخدام شو؟ استخدام من؟ إذن أين الخطأ هنا؟ الخطأ في اسم الاستفهام يجب أن يكون هنا من؟ وليس ما لأن القائد هو عاقل إذن نصوب الخطأ فنكتب من؟ القائد الذي حرر المسجد الأقصى ونضع علامة الاستفهام الجملة الثالثة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من؟ إنه اسم استفهام استخدم للسؤال عن العاقل طيب هل صفات الرسول عاقل؟ نأ صفات الرسول غير عاقل مثل الصدق الأمانة الحياء مثلا الكرم هل هذه صفات عاقلة؟ هل هي تفكر؟ لا إذن يجب أن نستخدم لغير العاقل ما ما صفات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ونضع في النهاية علامة الاستفهام إذن الخطأ هنا في اسم الاستفهام ما صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ونضع علامة الاستفهام التدريب الرابع واجب عليكم يا رابع املأ الفراغة بالكلمة المناسبة مما بين القوسين في الجمل الآتية عندنا مجموعة جمل بدنا نختار اسم الاستفهام المناسب ونعبيه في الفراغ تمام يا رابع؟ احنا تعودنا أو تعلمنا كل اسم استفهام وشو استخدامه بدك تعرف حسب الجملة وحسب الإجابة إنه شو رحي تكون وتختار اسم الاستفهام المناسب يعطيكم العافية يا رابع ترجمة نانسي قنقر